نجح الأهل في العودة من تنزانيا بتعادل إيجابي ليعزز من فرص تأهلوا إلى مرحلة الدور النصف النهائي في النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي الـ AFL African Football League بعد تحقيق نتيجة نقدر نقول نتيجة إيجابية خاصة أن خلال السنوات الخامس الأخيرة الأهل يعود من تنزانيا تحديداً بنتائج سلبية في ثلاث لقاءات متتالية ولكن بالأمس النادي الأهل كان أقرب إلى الفوز من التعادل لأن الأهل المبارح في الشرط الأول تحديداً قدر يفرض سيطرة كبيرة جداً على الملعب بالكامل تشكيل كان تشكيل جيد جداً من مرس الكولر لم يفاجئنا بالعناصر اللي بدأت خاصة أنها العناصر المتاحة في ظل غيابات قد تكون مؤثرة ولكن مع مرس الكولر تحديداً لا تكون هناك غيابات مؤثرة الأهل دفع برام ربيعة وياسر إبراهيم في ظل غياب محمد عبد المنعم دفع مرس الكولر باللاعب الصاعد كريم الدبيس مكان علي معلول الذي لم يصعفه الحظ في الوصول إلى تنزانيا نتيجة ترحلات الطيران والصفر الطويل ما بين اليابان إلى دار السلام بالإضافة إلى ذلك عدم الدفع بإمام عشور ومراونا عطية وتواجد محمد مجدي أفشا مع أحمد نبيل كوكا بالإضافة إلى الثلاثي أليو ديانجي في خط الوسط خط الهجوم المفاجأة كانت بالبدء بريدة سليم على حساب حسين الشحاب ولكن كل المؤشرات تؤكد مشاركة بيرستاو مع محمود قهربا من بداية اللقاء الأهل فرط سيطرة كبيرة جداً خلال الشوت الأول ولكن ضياع الفرص للأسف يعني أمر مزعج خلال الفترة الأخيرة أنا أتمنى بإذن الله أن شاء الله الفترة القادمة يكون هذا الأمر يعني مش موجود في المباراة اللي جاية لأن المباراة اللي جاية نقدر نقول الفرصة فيها يعني بالهدف الزهبي الفرصة مهمة جداً في ظل أن فيه صحابات كتيرة ممكن تواجهها تحكيم أجواء مشاكل تنظيمية حاجات كتيرة جداً ممكن تواجهها في الفترة اللي جاية الصورة مباراة على فكرة البعض قد يعتقد أنها حلوة ولكن على المستوى التنظيمي لا كانت فيه معاناة معاناة كبيرة جداً في ملعب من يمين مكابة في دار السلام دون الخطف التفاصيل يعني ولكن كانت المباراة فيها معاناة كبيرة جداً لدرجة حتى أن بداية المباراة أخرت حوالي 7 دقائق وده أزعج على فكرة الاتحاد الدولي كان فيه بروجرام معد لحفل الافتتاح حصل تأخير عموماً المباراة على المستوى الفني قدر الأهلي يرجع بنتيجة جباية الشوت الثاني أكيد الأهلي كان أقل شوية من الشوت الأول نقدر نقول بقى فكرة السقة الكاملة رغم أن التوقيت الأحرز الأهلي فيه هدف التقدم كان فيه توقيت قاتل جداً ولكن بعد ما قدر سيمبا يرجع في نتيجة المباراة ويتعدل وتقدم بهدف ثاني قدر الأهلي بسرعة من خلال قهرباء يتعدل وتنتهي المباراة 2-2 التغييرات مرسل كولر يعني دفع بعدد من اللاعبين نتيجة أنه عايز يحافظ على رتم وإقاع المباراة الحفاظ على الناحية الدفاعية تنشيط الناحية الهجومية ولكن في النهاية يدر الأهلي يعود بنتيجة جباية وهذه النتيجة لم ترضي مرسل كولر بالمناسبة لأنه كولر كان يتمنى العودة من تنزانيا بالمكسب